هاي صبايا هلها أزياء ربيع الواحد وعشرين أجمل أزياء ربيعية أصبحت أزياء الصبايا أكثر جمالا في هذا الربيع حيث اعتمدت على البساطة والأناقة في ذات الوقت ونحن سوف نهرض في هذا الفيديو أجمل وأحدث الأزياء للصبايا تميزت ملابس هذا الربيع بالأناقة والنعومة حيث أننا نرتدي ملابس خفيفة لطيفة تناسب الجو الجميل وفي نفس الوقت مميزة وجميلة شيك لذلك جاءت موضة هذا الربيع تيشرتات القطن الواسعة والجيب القصير المنفوشة والبليسي والساتان المنفوشة بالإضافة إلى البنطلونات الجنز التي لا يمكن الاستغناء عنها أما الألوان اللون الأبيض المتربع على عرش ألوان الربيع والصيف لهذا العام لأنه خفيف وأنيق وجاء متمثل بالبنطلون أو الجيب أو التيشرت بالإضافة إلى مجموعة من الألوان الفاتحة أيضا السيمون والبينك والأخضر أما أحدث موديلات الربيع لهذا العام هو لوق من قميص الجنز باللون الأزرق الغامق كما نرى وعليه جيوب أنيقة جدا قد تكون مصنوعة من الشيفونت وأيضا قد يضاف اللون الأبيض لقات أنيقة تناسب أصحاب الجسم الجميل لاحظوا التيشرت الأبيض هنا التيشرت البني أيضا يدخل بنطلون الجلد الأسود والكوتشي الأبيض ما يميز هذه الموديلات الجميلة أنها تتناسب مع الأحزية المريحة وهي موضة منذ العام الماضي واستمرت إلى هذا العام وتتسم هذه الموديلات بالأريحية لاحظوا هنا ما زال البوت العالي أيضا دارج تنورة مع شكات الجلد كمان كتير حلوة لاحظوا البنطلون مع الشكات الطويلة أزياء جميلة ألوان رائعة تتناسب مع هذا الفصل الجميل اللوكات بشكل عام عصرية وشيك وبتتكون من طبات أنيقة جدا من الأقمشة الملونة المنسدلة عند الأكتاف بنتلون الجينس المقطع ما زال دارج هذا العام أيضا هزي اللوكة جميل للخروجات ليلا عنيق جدا طب أسود هنا الطب لاحظوا الزيتي لون الزيتي أيضا دارج والبنك لاحظوا هون الفستانك كيف تم تنسيقوهما على البوت البني هون راح نبلج بالطبات الرياضية لاحظوا جمالة ورقية أحدث الألوان والقصات الألوان كتير حلوة جميع التنسيقات تتسام بالأريحية كلها أنيقة وشيك لاحظوا اللون الأسود مع الشيفون عند الكتاف هون هيدا كتير ناعم على الجسم أما هيدا الطب الحلو مزيّا بألوان الربيع أيضا هذه البيجاما تتناسب مع ألوان الربيع الجميلة أتمنى أصدقائي أن تكون هذه الموديلات قد أعجبتكم وأن تنتقوا ما يناسبكم في هذا الربيع الجميل دمتم بخير أحبتي ونلتقي بفيديوهات تانية منحكي فيها عن الأناقة وأحدث الموديلات للصبايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر